أهلا بكم أعزائي طلب التطلبات بلوم مدارس سنوات تجارية في حلقة جديدة وبرنامجنا مدرسة على هواء مع مادة الرياضة المالية إن شاء الله النهاردة هنتكلم في جملة الدفعات بفايدة مركبة عندنا الدفعات تنقسم لخصمين الدفعات العادية والدفعات الفورية اسمحوا لي في البداية أرحب أستاذنا الأستاذ محمد أبونار موجه الرياضة المالية وإحصاء وزارة تربية التعليم أهلا معرفة محمد أهلا بحضرتك يا أستاذ عماد برحب بحضرتك وبرحب أبنائي وأعزائي طالبات المدارس التجارية وربنا يكرم نعمل حلقة دايما دايما تقربهم لنجاعة دايما بخطوات إن شاء الله عز محمد نحن النهاردة عندنا درس الدفعات بفايدة طبعا مركبة جملة الدفعات عايزين نعرف أعزائنا الطلاب أولا كده على الدفعات ونوع الدفعات طبعا نعرف الدفع العادية منين والفورية منين ومعنا طبعا مجموعة من التمارين زي ما حرك عودتنا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الأول نعرف يعني إيه دفعة الدفعة هي مبلغ متساوي يدفع على فترة زمنية متساوية يبقى الدفعات مبالغ متساوية تدفع على فترات زمنية متساوية بطريقة منتظمة يبقى في شرطين دلوقتي ولا تلاتة قلت له تلاتة المبلغ مبلغ متساوي الفترة فترة متساوية طريقة منتظمة في الدفع يبقى الدفعات هي مبالغ متساوية تدفع على فترات زمنية متساوية بطريقة منتظمة لها نوعين هنفكرك بيهم من السنة اللي فاتت في دفعات فورية دفعات فورية اسمها استصمار وعرفها من كلمة أول هي تلك الدفعات التي تدفع مبالغها أول كل وحدة زمن أو أول كل فترة زمنية اتنين بعد كده تسمى دفعات سداد أو دفعات عادية دائماً وأبداً للدفعات العادية أو دفعات السداد هي تلك الدفعات التي تدفع آخر أو في نهاية كل وحدة زمن يبقى الدفعات الفورية تدفع أول كل وحدة زمن كلام جميل جداً بعد كده عندي ايه تاني؟ عندي دفعات الفورية اللي بتتحط أول قصادها دفعات عادية تدفع آخر خلي بالك أن أنا عشان أجيب جملة دفعة لابد من استخدام رمز رياضي للجدول الثالث احنا خدنا جدول الأولاني كان بيديني جملة مركبة جملة مركبة المين؟ لمبلغ واحد بعد كده خدت القيمة الحالية في جدول اثنين أما الضيف الجديد النهاردة اللي عندنا يسمى الجدول الثالث الجدول الثالث بيجيء صنف واحد اسمه الجملة المركبة لمبلغ دفعة قدرها واحد جنيه تدفع آخر كل واحدة زمن يبقى الرمز اللي هشتغل به النهاردة اسمه ايه؟ اسمه واحد وعين من مية اسمه واحد وعين من مية أس كام أس نور هنطرح منه واحد وبعد ما نطرح منه واحد نقسم على عين من مية اسمها ايه دي يات؟ اسمها الجملة المركبة لدفعة متساوية قدرها واحد جنيه تدفع آخر كل وحدة زمن بمعدل عين في المية في نهاية نوم من السنوات يبقى جملة الدفعة هي واحد وعين من مية والسنون ناقص واحد على عين من مية لها رمز رياضي اسمه جيم زاوية نوم هنتكلم يعني ايه جملة دفعة عشان اجيب جملة دفعة لابد من توفر تلات عناصر تلات عناصر دلقوهما قالوا لي هم تلات عوامل يسموا عوامل الدفعات مبلغ الدفعة كام؟ معدل لاستثمار كام؟ عدد الدفعات كام؟ يبقى عوامل الدفعات او العوامل اللي بتأثر في الدفعة تلاتة مبلغ الدفعة كام؟ معدل لاستثمار كام؟ عدد الدفعات كام؟ زيادة اي عامل من العوامل التلاتة دول بيزودوا ايه؟ بيزودوا جملة الدفعات هنشتغل مع بعض ازاي احسب جملة دفعة؟ جملة دفعة بنجيبها من جدول تلاتة وجدول تلاتة قلنا ببيع صنف واحد اسم الجملة المركبة لدفعة متساوية هذه الدفعة تدفع امتى؟ قال لي اخر كل واحدة زمن او اخر كل سنة الرمز الرياضي بتاعه واحد وعين من مية كله السنون ناقص واحد على عين من مية هقول تاني يبقى الجملة بتسوي ايه؟ جملة الدفعة او جدول تلاتة ده بيبيع صنف اسمه واحد وعين من مية والسنون ناقص واحد على عين من مية او الرمز المختصر بتاعه اسمه جيم زاويانون بمعدل عين في المية هذا الرقم له خصائص اولا القيمة ديت او القيمة دي دي جدول تلاتة دي هنشتغلها مع بعض بالقلة ما تنساش ان القيمة دي دائما وابدا اكبر من نون بمعنى ايه؟ ان جدول تلاتة عشان اجيبه يبقى لو عندي المعدل بتاعي كان تسعة في المية والمدة عشرة لازم قيمة الدفعات بتاعتك بتسوي كم؟ قال لي قيمة الدفعات جملتها اكبر من عشر عندي دفعات دفعة عادية ودفعة فورية الجملة العادية جيم بتسوي دال في جدول تلاتة عين ونون في المية كده جيت الجملة العادية طيب عشان اجيب ديت اجيبها منين؟ قال لي دي من جدول تلاتة وما للجملة الفورية اللي بتتحطي اول نفس القانون ده جيم تلاتة برضو نون وهنا عين بس في اختلاف وفي تعديل صغير التعديل ده اسمه ايه؟ قال لي نون زائد واحد ناقص واحد من الكشف يبقى الجملة المركبة بتسوي الدفعة في جدول تلاتة عين في المية ونون طيب بعد كده الجملة الفورية اللي بتتحطي اول بتسوي ايه؟ الدفعة في جدول تلاتة عند المدة تزيد واحد ونقص واحد مليون من الكشف معنا تمارين لحساب الجملة قلت له ايوة بس لازم تعرف ان جدول تلاتة ده ما تنساش ان هو بيسوي ايه قبل ما اشتغل هو واحد وعين من مية والسنون ناقص واحد على عين من مية طيب السيد محمد ان شاء الله احنا معنا مجموعة من تمارين ولكن اسمح لي عزيلا الطلاب هنخرج فاصل ونكمل ان شاء الله معكم بعد الفاصل اهزي طلاب اه رجعنا لكم بعد الفاصل احنا اه تكلمنا بالفاصل في جملة الدفعات المركبة وقلنا فيه الدفعات العادية والدفعات الفورية وزي ما تتركنا مع استاذنا بس محمد ابو نار احنا قلنا فيه قانون الجملة العادية وفيه قانون الجملة الفورية معنا مجموعة من تمارين بس محمد عشان نطبق على هذا الكلام لو حضرتك قلنا معنا مثال اول يوضع شخص الفين جنيه اخر كل سنة وطبعا كلمة اخي زي ما استاذنا تفضل قبل الفاصل وقلنا ان كلمة اخي دي اناعرف انها دفعات عادية وكلمة اول اناعرف انها دفعات فورية يوضع شخص الفين جنيه اخر كل سنة لدى احد البنوك بفايدة مركبة معدلها تسعة في المئة سنويا عايزين نحسب جملة المستحق في البنك في نهاية عشر سنوات وفي الاخرى ازي محمد عايزين نحسب مجموعة الفوائد طيب احنا اتفقنا مع بعض قبل الفاصل ان انا معايا عوامل تسمى عوامل الدفعات عشان اجيب جملة دفعات لابد من توفر تلات عوامل دفعة سنوية مبلغها كام؟ معدل الاستثمار يسمى معدل الفايدة المركبة عدد الدفعات كام؟ خلي بالك معايا كان عندي دفعة راجل بيحطة الفين جنيه خلال اخر كل سنة يعني عادية بمعدل فايدة مركبة تسعة في المئة سنويا خلال عشر سنوات معايا هنا معايا الدفعة بتاعتي كانت الفين جنيه المعدل الاستثمار بتاعي كان تسعة في المئة عدد الدفعات بتاعتي كانت عشرة عايز من الجملة العادية قلتلك تعالا مع بعض نفكر كده اول خطوة نكتبها نكتب القانون بتاعي جيم العادية بتساوي بتساوي ايه؟ قال لدال في جيم زاوية نون بمعدل عين في المئة يعني ايه؟ يعني دفعة في جدول تلاتة ادي الفين جنيه في جدول تلاتة عند المعدل تسعة في المئة ومدة عشرة هقول الالفين جنيه ينزلوا جدول 3 هجيبه من جدول 3 هيطلع عنده المعدل 9% والمدة 10 15 علامة 19 29 29 لو ضربت ضرب عادي بالقالة بتاعتك اضرب الالفين في الرقم ده هيطلع 58 58 38 30 30 385 علامة 885 كده أنا جبت الجملة والمشكلة كلها مش في الجملة أمالي المشكلة فين عايز أجيب جدول 3 أنا معايا جدول 3 هنا ده اسمه الجدول 3 هذا الجدول يدي رمزه جدول جيم زوي هنون بمعدل 20% لإيجاد قيمة المقدار اللي قلنا عليه 1 وعين من 100 أو السنون خلي بالك الجدول فيه الآتي أنا عايز المعدل 9% جيت عند المعدل 9% هنا أدي 8 8 بعد 8 9 وروحت أخذ الرقم بتاعي اللي هو ده اللي هو 15 علامة 19 29 ضربته بعد كده في جدول ضربت الدفع يبقى أنا جبت الجملة بتساوي إيه الجملة الجملة بتساوي الدفعة في جدول 3 يعين في المية ونون الجملة بتاعتي 2000 جنيه في جدول 3 عند المعدل كان في المية 9% والمدة 10 يبقى دي 2000 فيه أدي 15 علامة 19 29 29 حصل الضرب يطلع 30385 علامة 85 دي جملة لما جيب من الجملة الراجل عايز أعرف هو حط الألفين جنيه كم مرة قال لي عشر مرات هنجيب حاجة اسمها مجموعة دفعات مجموعة دفعات أنا بضرب الدفعة في عددها 2000 في عددنا 10 يبقى بعشرين ألف جنيه عايز أعرف مجموعة الفوايد كلها قد إيه بطرح الجملة بتاعتي 30 385 علامة 85 ما تروح منها عشرين ألف يبقى عشر تلاف تلتمية خمسة وتمانين علامة 85 كده أنا جيبت مجموعة الفوايد يبقى الخطوة الأولانية أنا جيبت الجملة جيبت الجملة بتساوي الدفعة في جدول ثلاثة بعد كده جيبت مجموعة الدفعات ضربت إيه في إيه قال لي ضربت الدفعة في عددها بعد ما طرحت إيه تاني عشان أجيب مجموعة ناقص مجموعة الدفعات رح مديني إيه مديني الدفعة في جدول ثلاثة الدفعة هنا كانت ألفين جنيه والمعدل بتاعي كان تسعة في المية والمدة كانت عشرة عايزك تجيب للجملة الفورية عشان أجيب الجملة الفورية لابد من توفر ثلاثة عناصر أو الجملة العادية دفعتي كام معدلي كام مدتي كام بعد كده جبت الجملة بتساوي الدفعة في جدول ثلاثة جبت مجموعة الدفعات الدفعة في عددها بعد كده روح تجايب مجموعة الفوائد بتساوي جملة الدفعات كلها مطروحة منها مجموعة الفوائد كده عوضو محمد إحنا معنا مثال تاني برضو عشان عزان الطلابي ومتابعين معنا لو إحنا قلنا حضرتك في دفعات سنوية فورية ومجموعة الفوائد في نهاية المدة بمعدل فايدة تسعة في المية طيب إبقى أنا دلوقتي نفس المسألة اللي فاتت بس كانت الدفعة كام الدفعة المراضي خمسمائة جنيه معدلنا برضو تسعة في المية مدتنا عشر سنوات إحنا قلنا الجملة الفورية بتعمل فيها إيه قال الجملة الفورية بكشف عند المدة تزيد واحد يعني نون زائد واحد واطرح واحد من قيمة الكشف مع بعض بيانات التمرين بتاعتي كانت الدفعة كانت خمسمائة المعدل بتاعنا كان تسعة في المية المدة بتاعتنا عشرة عايز مني الجملة الفورية الجملة الفورية عشان أجيبها هعمل إيه اللي بجيب الجملة الفورية بتسوي لها قانون آه لها قانون القانون بتاعها بيقول ده يعني الدفعة في جيم زاوية نون زائد واحد ناقص واحد من الكشف خلي بالك معايا جيم شرطة بتسوي دفعة خمسمائة فيه جيم دي عشرة نخليها كام قال لي احداشر ناقص واحد عند المعدل كام في المية تسعة في المية يساوي تحت يساوي نضرب خمسمائة فيه جدول تلاتة عند المعدل تسعة في المية المدة احداشر طالع سبعتاشر علامة هاخد منه واحد يبقى ستاشر علامة خمسمائة وستين تسعة وعشرين تلاتة تلاتة بالقالة لما اضرب خمسمائة في الكشف ده يطلع لي كام تمن تلاف ميتين وتمانين علامة خمس تاشر دي جملة الدفعة الفورية عايز اجيب منها مجموعة الفوائد نفس المثال انا شغال هجيب مجموعة الدفعات هجيب مجموعة الدفعات الاول دفعتي دال في نون دفعتي خمسمائة نون بتاعتنا بعشرة يبقى خمس تلاف جنيه عايز اجيب مجموعة الفوائد بتعمل ايه في مجموعة الفوائد قال لي بنقص الجملة نقص مجموعة الدفعات مجموعة الدفعات بتاعتنا خمس تلاف جملتنا تمن تلاف 280 علامة 15 يبقى 3,280 علامة 15 دي مجموع الفوائد بتاعة الدفعات الفورية يبقى أنا جبت الجملة الفورية عملت إيه عشان أجيب جملة فورية قلت جيم شرطة بتساوي دال فيه جيم زاوية نون عند المدة تزيد واحد ناقص واحد من الكشف جبت مجموع الدفعات بنضرب الدفعات في عددها بجيب مجموع الفوائد بتعمل إيه اللي بطرح الاتنين من بعض جيم شرطة ناقص مجموع الدفعات يبقى نفس الخطوات اللي فاتت الفرق ما بين هنا والتانية كان إيه إن أنا بكشف عند المدة تزيد واحد ونقص واحد من الكشف يبقى جدول ثلاثة له رمز رياضي له رمز رياضي هو واحد وعين من مية قس نون ناقص واحد على عين من مية اللي هو رمزه المختصر بتاعك كان اسمه جيم زاوية نون بمعدل عين في المية يبقى أنا خدت الجملة عشان أجيب الجملة العادية بعمل إيه بضرب الدفع في جدول ثلاثة مرة واحدة أما الجملة الفورية بشتغل بإيه اللي بكشف عند المدة تزيد واحد واطرح واحد من الكشف طيب لو معايا الجدول مش موجود يعني إيه ماش معايا الجدول يعني المعدل غير موجود في جدول الفائدة المركبة إحنا متفقين معدلات من واحد لحد عشرين في محطة في الوسط سبعة في المية قبل سبعة في المية فيها ربع ونص وثلاثة ربع بعد السبعة معدلات صحيحة إفرد المعدل مش موجود في كل دول ما احنا عارفينها هشتغل بالرمز المختصر ولا الرمز الرياضي برافو عليك الرمز الرياضي الجدول الثلاثة اللي هو واحد وإن من مية والسنون ناقص واحد على على إن من مية فيه يعني التطبيق على كلام حضرتك أسو محمد لو احنا قلنا إن فيه مثال ولكن ممكن وتسمح لحضرتك نضيف برضو فكرة جديدة وإن إحنا لو قلنا مثلا دفعات عادية نصف سنوية مبلغ كلهم منها ستمائة جنيه لمدة عشر سنوات ومعدل ستة وتمانية من عشر في المية سنويا عايزين نحسب الجملة ومجموع الفوائد ونرأي طبعا إن إحنا عندنا الدفع هنا عادية نصف سنوية وإيه المعدل ستة وتمانية من عشر في المية طيب لما يكون المعدل ستة وتمانية من عشر يعني مش موجود في الجدول بس ضيف الجديد معايا أو اللي أنا هتخالي بالك منه إن أنت عادي إليك نصف سنوية نصف سنوية يعني مردت عليها اتنين يعني اتنين تعمل ايه في الاتنين داية قال لي هضرب المدة في اتنين عشان نصف سنوي ونعدل المعدل قال لي لا المعدل هنا ده نصف سنوي خلي بالك معاي دفعات عادية نصف سنوي مبلغ كل منها ستمائة جنيه تدفع لمدة عشر سنوي تبقى نون بتسوي كم كلام جميل جدا هضرب كم في كم عشرة في اتنين يبقى بعشرين وقت بجنبيهم ايه دفعة برافو عليك كده انا جبت مين قال لي خلي بالك معاي المعدل هنا سنوي طيب نبدأ نجيب الجملة العادية بتسوي الدفعة في مين في واحد وعين من مية او السنون ناقص واحد على عين من مية هشتغل معاك تاني انا عندي هنا ناخد معطياتي كلها الدفعة كانت ستمية المعدل بتاعي هنخليه ستة وتمانية من عشرة في المية سنوية عكس المثال اللي فات النون هنا بعشرة عايزي منك تجيب لي الجملة بس الدفعة ستمية والمعدل ستة وتمانية من عشرة في المية سنوية هقول جيم بتسوي الدفعة فيه واحد وعين من مية كله السنون ناقص واحد على عين من مية الدفعة بتاعتي الستمية شرطة كسر واحد وعلامة واسألني المعدل ستة وثمانية من عشر يعني أقل من عشر بقى دي صفر ستة تمانية كله السكام قص عشر ناقص واحد على تمانية وستين من ألف هنزل الستمية هكتب كلام ده في الآلة نون بعشرة لازم تطع القيمة أكبر من عشرة طلع 13 علامة 6 8 6 6 16 لما أضرب ستمية في الرقم ده هيطلع 8211 علامة سبعة وتسعين كده أنا جبت الجملة بتاعتي عشان أجيب الجملة دي هعمل إيه تأيلي؟ هقول إن الجملة بتساوي الدفعة بتاعتي ستمية فيه واحد علامة صفر تمانية وستين كله قص عشرة ناقص واحد على تمانية وستين من ألف الجملة بتساوي دي ستمية فيه أخلص دي في الآلة ازاي هنرسمها في الآلة تطلع لي 13 علامة 6 8 6 6 1 6 الجملة المشارطة بتساوي 8211 97 عايزة جيد مجموعة دفعات الدفعة 600 عددنا 10 يبقى انا حطيت 6000 جنيه لما دول 6000 جنيه ودول 8211 زدت بكام قال اسمها مجموعة الفوائت مجموعة الفوائت بتعمل ايه قال لي بطرح حاجتين من بعض الجملة 8211 علامة 97 نطرح منها 6000 دي يطلع 200211 97 كده انا جبت الجملة بالآلة جبت الجملة بالآلة عملت ايه قال لي لما جبت الجملة بالآلة ضربت الدفعة فيه 1.2% قس نون ناقص 1 على 2% الملاحظ في الحتة دي ان قيمة 1.2% قس نون ناقص 1 على 2% قيمتها اكبر من النون كانت النون معايا 10 الناتج اللي طلع طلع 13 علامة 13 علامة وكسر يبقى انا اللي هتاخد بالك رمز جدول 3 هو واحد وعين من 100 والسنون والسنون ناقص 1 على على عين من 100 رمز جدول 3 هو ايه واحد وعين من 100 والسنون ناقص 1 على على عين من 100 عايزيني حل المثال اللي فات دا على ان هي الدفعة فورية الدفعة كانت عندي كام؟ الدفعة كانت 600 والمعدل كان 6 و 8 من 10 في المية والمدة كام؟ قلت لي المدة كانت 10 عايزة حلها ان هي فورية الجديد فين؟ اننا بضرب الدفعة فيه 1.2% قس نون ناقص 1 على 2 من 100 وزود فيدة سنة اللي هي 1.2% الدفعة كانت 600 المعدل بتاعنا كان 6 و 8 من 10 في المية سنوي نون كانت بعشرة عايز الجملة الفورية باكتب القانون بتاعي الجملة الفورية جين بتساوي دال في واحد وعين من 100 قس نون ناقص 1 على عين من 100 حتى زيادة جميلة هتنساها؟ لا انا مش انساها هي واحد وعين من 100 الدفعة بتاعتي كانت 600 شرط الكسر واحد وعلامة المعدل بتاعي كان كام 6 و 8 من 10 كل قس عشرة ناقص 1 على 68 من 1000 في واحد علامة 0 68 انزل الدفعة 600 فيه ودي واحد علامة 0 68 خلي بالك معايا القيمة ده أنا لسه حسبها دلوقتي كانت طلعة 13 علامة 6 8 6 6 1 6 بالقالة لما اضرب كل النواة جيت 3 دول فبعض هيطلع لي قد ايه؟ 8 770 علامة 39 كده انا جبت جملة ايه؟ كده جبت جملة فورية باستخدام الالة الفرق ما بين الجدول والالة ايه؟ ان المعدل مش موجود في الجدول ما تنساش ان جدول 3 لما بجيبه بجيبه بقعدة واحدة ايه هي؟ الجملة بتساوي الدفعة بجدول 3 ولو فورية هنضرف واحد وعين وعين من المية كده يا سيد محمد احنا برضو عايزين ننوه لعزانا الطلاب ان احنا حلينا المثال اللي فات اللي هو الدفعات العادية نصف سنوية المبلغ 600 والمدة 10 سنوات ويه؟ المعدل 6 و8 في المية احنا حلينا المثال على ان دفعة عادية وعلى كده يا سيد محمد حلينا المثال على ان هو دفعة فورية سيد محمد لو حبينا نتكلم بقى يعني احنا كده عرفنا نجيب الجملة العادية ازاي والفورية ازاي لو حضرتك هنطلب عامل من هزي العوامل وهو المبلغ او المدة او المعدل يعني هندي بقى مثال هندي فيه جملة نفسها ومعنا مثلا معدل والمدة هنطلب المبلغ وبعدين هنطلب العوامل الاخرى بعد كده ان شاء الله فعايزين حضرتك لو قلنا مثلا دفعة عادية سنوية تدفع لدى احد البنوك بلغت جملتها في نهاية 10 سنوات يبقى دي المدة بمعدل 11% يبقى ده المعدل 8361 يبقى احنا كده حضرتك معنا الجملة عايزين نحسب مبلغ الدفعة احنا اتفقنا مع بعض ان فيه 3 عوامل بيجيبوا لي جملة دفعة كام؟ معدل فايدة مركبة كام؟ مدة الدفعات او عدد دفعات كام؟ حضرتك نوهتنا وقلتنا هنجيب النهاردة الدفعة عشان اجيب دفعة لابد عندي فكرتين دور على كلمتين ادك في التمرين ايه؟ هيديني في التمرين يا جملة يا مجموع فوائد اذا ادك جملة طبق في قانون الجملة حسب الحالة جين بتساوي دفعة في جدول 3 وطلع الدفعة بره واسم الجملة على جدول 3 طيب المثال اللي معايا كان عايز ايه؟ قلم الديني راجل بيحط دفعات اخر كل سنة لمدة 10 سنوات بمعدل فايدة مركبة كان كامل معدل ده 11% سنوية بلغت الجملة 8,316 نرم سنة مع بعض معطيات التمرين معايا اللي دفعات عادية سنوية تدفع لدى احد البنوك بمعدل فايدة مركبة 10% بمعدل كان في المية 11% سنوية يعني ما فيش مرات تعالية خالص تبدأ تجيب للجملة العادية بتساوي دال في جدول 3 عند المعدل كان في المية 11% والمدة 10 كلام جميل تقدر تعود اللي 8,361 بتساوي الدفع اللي مش عارفها على جدول 3 16 علامة 722 وفيه صفري لو عايز اجيب الدفع وحصت ايه؟ اللي هقسم الجملة 8,361 على 16 علامة 722 هتطلع بالضبط وبالتحديد 500 جنيه عملت ايه عشان اجيب الدفع كان معايا جملة معايا معدل ومدة اسمت الجملة على مين؟ اسمت الجملة على جدول 3 يبقى الخطوة اللي معايا اللي احنا لازم نعرفها عشان اجيب جملة هعمل ايه؟ قلت له بقى عندي 3 عوامل دفعتي كام؟ معدلي كام؟ مدتي كام؟ طب لما راجل يطلب منك الدفعة يبقى انا هشيل حاجة مكان حاجة هشيل المجهول اللي اسمه الدفعة وحط مكانه جملة اعوض في قانون الجملة واحنا شاخدنا الشكل ده قبل كده في جدول 1 وجدول 2 قلت الجملة فوق وهنا الدفعة وهنا جدول 3 لو عايز منك الجملة تعمل ايه؟ قلت له هضرب لو عايز منك الدفعة قلنا هنقسم الجملة على جدول 3 عايز المدى يا المعدل قال لي هقسم الجملة على جدول 3 يبقى الفكرة الاولانية عن ايجاد الجملة عن ايجاد الدفعة قلت الدفعة عشان اجيبها بقول إيه هطبق في قانون الجملة جين بتساوي الدفعة بجدول ثلاثة لو فورية هقول جدول ثلاثة عند المدة تزيد واحد ونقص واحد من الكشف لو المعدة اللي مش موجود في الجدول تعمل إيه اللي هشتغل بواحد وعين من مية والسنون نقص واحد برافع عليك على عين من مية وما تنساش الحالة دي فيها حالة تانية إن قيمة واحد وعين من مية والسنون نقص واحد على عين من مية دائماً وأبداً عددهم أكبر أكبر من النون يبقى الفكر الأولانية جبت مين جبت الدفعة بمعلومية مين بمعلومية الجملة طيب كده محمد برضو إحنا ما زلنا في حساب أول عوامل الجملة المركبة وهو إيجاد الدفعة النهاردة إن شاء الله ولكن عايزين برضو نقول إحنا قلنا المرة اللي فاتت بدفعات عادية سنوية لو معنا حضرتك دفعات مراضي فورية ولكن ربع سنوية تدفع أول ثلاث شهور بفايدة مركبة معدلة ثلاثة ونص في المية عن كل ربع سنة بلغت جميلتها في نهاية أربع سنوات وست شهور هي سبعة تلاف ستمائة وسبعة وخمستاشر ومية عايزين نحسب الدفعة طيب أنا عندي هنا ربع سنوية كلمة ربع سنوية يعني إيه؟ يعني مراض تعالية أربعة طيب في نهاية أربع سنين ونص قلتلك دايماً نون الجديدة ترغي النون الأديمة عند أربع سنين ونص إضرابهم في مراض تعالية أربعة بس تبقى أربعة فاربعة بستاشر واتنين يبقى بقينا تمنتاشر وحدة زمن ما تنساش إن الراجل بيقول لك أول أو ألف فورية بتعمل إيه في الفورية؟ قلتلك بيركشف عند المدة تزيد واحد واطرح واحد من الكشف قانون الجملات الفورية بيقول إيه؟ الدفعة في جدول ثلاثة عين في المية نون نون زائد واحد وتنقص واحد من الكشف دفعات فورية ربع سنوية تدفع أول كل ثلاثة شهور بلغت جملتها في نهاية إيه؟ أربع سنين ونص نون بتسوي كام نقرأ مع بعض أدي أربعة ونص في مرات التعليق كام أربعة أربعة يبقى تمنتاشر وقت بجنبيهم إيه؟ دفعة كده جبت النون جبت النون إزاي؟ قال لي ما تنساش إن الرقم ده سبعة تلاف ستمية وسبعة علامة خمستاشر بيسوي الدفعة اللي أنا مش عارفها في جدول ثلاثة النون هنا بثمنتاشر نكشف عند كام؟ تسعة عشر والمعدل كام في المية؟ تلاتة ونص في المية واترح واحد من الكشف ممكن أجيب الدفعة هجيب الدفعة هنا هعمل إيه؟ هقول الجملة الفورية بتسوي الدفعة في جدول ثلاثة عند المعدل نون زائد واحد وهنا نقص واحد هعود تقويض مباشر الجملة سبعة تلاف ستمية وسبعة علامة خمستاشر الدفعة مش عارفها جدول ثلاثة عند المعدل كام في المية؟ قال لي المعدل كان ثلاثة ونص في المية والمدة ساعتاشر نقص واحد طلع الدفعة برة اقسم سبعة تلاف ستمية وسبعة علامة خمستاشر على الكشف كان مكتوب عندك ستة وعشر علامة هيبقى خمسة وعشرين علامة خمسة وتلاثين واحد وسبعين تمانين اقسم بالآلة طرقة الدفعة معاك تلتميت جنيه أسمت إيه على إيه؟ أسمت الجملة الفورية دي على جدول ثلاثة بس بعد ما عدلت عدلت يعني إيه؟ كشفت عند المدة تزيد واحد وطرحت واحد من الكشف الفرق ما بين المسألتين دول إيه؟ التانية كان مديني جيم عادية روح تمطبق في جيم عادية الجملة العادية بتساوي الدفعة في جدول كام تلاتة عند وعين في المية لكن دي فورية عملت إيه؟ قال لي حطيت شرطة هنا وقلت نون زائد واحد ونقصت واحد منين من الكشف وقلت سبعة تلاف ستمية وسبعة علامة خمستاشر بتساوي الدفعة اللي أنا مش عارفها في جدول تلاتة عند المعدل تلاتة ونص في المية والمدة ساعتاشر ناقص كام روح تقاسم الدفعة على سبعة تلاف ستمية وسبعة علامة خمستاشر على ناتج الكشف ده طلع ستة وعشرين علامة خلينا خمسة وعشرين خمسة وتلاتين واحد وسبعين تمانين طلعته بالضبط وبتحديد الدفعة تلتمية جنيه يبقى أنا جبت الجملة مرة فورية ومرة عادية طبقت أيوة طلعت الدفعة برة خلي مالك كم يديك في تمرين جملة يبقى لما يديني في التمرين جملة يا إما ممكن جبت لك مثال مرة عادية ومرة فورية ممكن يجري فكرة تانية غير دول ويديني في التمرين جملة ممكن يكون المعدل غير موجود في الجدول هشتغل بمين؟ هشتغل برمز جدول تلاتة اللي هو واحد وعين من مية والسنون ناقص واحد على عين من مية طيب معنا مثال حضرتك على نفس الكلام السادتك بتقوله وهو المعدل مش موجود في الجدول أو معدل كسري أو يعني اثنين وتلاتة من عشرة في المية لو قلنا حضرتك ان في دفعات عادية ستس سنوية تدفع لمدة خمس سنوات بفايدة مركبة معدلة اثنين وتلاتة من عشرة في المية عن كل شهرين بلغت جملتها في نهاية المدة ألفين أو خمسة وعشر ألف خمسمة وطمانتاشر واثناشر من مية عايزين نحسب مبلغ الدفعات طيب الدفعات دي دفعات عادية عادية يعني سداد والسداد يدفع في نهاية كل وحدة زمن يبقى مراتت عليها كام ستة بتعمل ايه في الستة دي قلتدي بضرب الستة في عدد السنوات ستة في خمس سنين أو ستة في المدة بتاعتك يبقى انا كده اشتغلت الشغل العادي بتاعي واتفقنا ان النون القديمة بتتلغي خالص بيشتغل على الجديد المدة الجديدة تبقى كام او عدد دفعات الجديدة اصبحت تلاتين دفعة المثال اللي معاي بيقولي دفعات عادية ستس سنوية ستس سنوية تدفع لمدة خمس سنوات بمعدل فايدة مركبة اتنين وثلاثة من عشرة تبقى النون وانت شايفة كام سمعك وانت بتقولي خمسة في ستة يطلع تلاتين وتكتب جنبيهم ايه برافع عليك تلاتين دفعة بعد كده بكتب الجملة العادية بتساوي الدفعة فيه رمز جدول ثلاثة اللي حفظناه خلاص واحد وعين من مية والسنون ناقص واحد على عين من مية الجملة هنا خمسة وعشرين الف خمسمية وتمنتاشر علامة اتناشر الدفعة مش عارفها شرط تكسر واحد وعلامة صفر اتنين وتلاتة كل عسي تلاتين ناقص واحد على تلاتة وعشرين من الف والتاني هقول اننا معايا دلوقتي الاتي مديني الراجل دفعة ست سنوية دفعة ست سنوية ومديني الجملة بتاعتها خمسة وعشرين الف خمسمية وتمنتاشر علامة اتناشر مديني عدد الدفعات واتفقنا أنهما خمس سنين بس دفعة دو holidays لما يكون الدفعة السنوية بتعمل ايه لما يكون الدفعة السنوية بنقص بنعمل ايه بضرب المدة في ستة هنرجع تاني للرمز الرياضي بتاعي الرمز الرياضي كان ايه كانت الجملة العادية بتسوي الدفعة فيه واحد وعين من مية كله السنون ناقص واحد على عين من مية هنا يساوي واثنين ودي ثلاثة هنا خمسة وعشرين الف خمسمية وثمنت아서 على مطنشر الدفعة مش عارفة فيه واحد وعلامة وصفر واثنين وثلاثة يبقى تلاتة وعشرين من ألف قس كام تلاتين ناقص واحد على تلاتة وعشرين من ألف ده الفي لو حبيت أجيب دي بالآلة أجيبها إزاي قال لي هقول واحد علامة صفر اتنين تلاتة إكس وي تلاتين خلي بالك معايا ونقص من القيمة دي واحد وقل يساوي وقسم على تلاتة وعشرين من ألف طلقت اتنين واربعين صحيح خمسمية وتلاتين واحد تسعة تسعة لو حبيت أطلع الدفعة برة هقسم خمسة وعشرين خمسمية وتمنتاشر علامة اتناشر على تنين واربعين علامة خمسمية وتلاتين واحد تسعة تسعة أصبحت الدفعة ستومة جريه اللي أنا ملاحظه منك دلوقتي إن انت اديتني إيه اديتك مرة جملة وعندي اديتك تلاتة أمثلة قلت الجملة بتساوي الدفعة بجدول ثلاثة دي لما كانت عادية الحالة التانية لما كانت فورية عملت إيه قلتلي روح تضارب القيمة دي غيرت أو عدلت من جدول ثلاثة كشفت عند المدة تزيد واحد وطرحت واحد من الكشف لما كان برضو نفس الفكرة الثالثة اديتها جملة وعايز دفعة المعدل ما كانش موجود في الجدول اشتغلت بمين قلتلي اشتغلت بالرمز الرياضي الجدول ثلاثة يبقى الدفعة في جدول ثلاثة بيديني الجملة العادية خلي بالك حبيت أعدل عشان تبقى فورية بكشف عند المدة تزيد واحد واطرح واحد من الكشف طب لو كان المعدل مش موجود في الجدول بعمل ايه قلتلي بضرب الدفعة في مين قالف واحد وعامل مية والسنون ناقص واحد على عامل مية ممكن نديني حاجة تالتة اسمها مجموع الفوائد بس عشان أقولك مجموع الفوائد والقانون بتاعها يعني ايه مجموع الفوائد دي الفايدة اللي بزيد عليها يعني الفايدة اللي بيجيلي زيادة من طريقة الإداع ما نساش ان مجموع الفوائد دي بتسوي ايه بتسوي الجملة ناقص مجموع الدفعات الجملة ناقص مجموع مين الدفعات الجملة دي بتسوي ايه قلتلي الدفعة دي الجملة دي بتسوي الدفعة في جدول ثلاثة وما المجموع الدفعات ايه قاللي الدال في النون ادي دال ودي دال اخوات بعض شكل بعض وفي اشارة سالب هنا طب ما تيجي ناخدهم عامل مشترك يبقى جدول ثلاثة ناقص نون يبقى مجموع الفوائد بيساوي خلي بالك من القانون ده كويس قوي لو كشفت عند عشرة بطرح من الكشف عشرة يبقى دال في جدول ثلاثة عين في المية نون ناقص ايه ناقص نون بيديني مجموعة الفوائد طيب يعني كده يا سيد محمد لو احنا حضراتك زي ما قلت احنا كده خدنا للجملة ايجاد مبلغ الدفعة بمعلومات الجملة المركبة وبرضه احنا ما زلنا في ايجاد احد عوامل الجملة المركبة وهو المبلغ ولكن معانا حضرتك الامثلة زي ما زلتك الفضلت قلت اننا المرة دي هدي بمعلومات مجموعة الفوائد يعني لو مثلا عندنا دفعات عادية سنوية تدفع لدى احد البنوك بفايدة مركبة 9% يبقى ده كده معدل موجود في الجدول ان شاء الله بلغ مجموعة فوائدها في نهاية عشر سنوات عشر تلاف تلتمية خمسة وتمانين وستة وتسعين عايزين نحسب مبلغ الدفعة وهنا معانا المعدل ومعانا مجموعة الفوائد ومعانا المقدة عشر سنوات طيب انا معاي دفعة دلوقتي عادية سنوية دفعة عادية سنوية يعني تسمى دفعة سدات في راجل بيحطها اخر كل سنة لمدة عشر سنين طليل له مجموعة فوائد خلي بالك ان ما يطلع له مجموعة فوائد اسمها مجموعة الفوائد صريحة اوي ان يديني مجموعة فوائد لما ديني مجموعة فوائد اعمل ايه قال لي لما يديك مجموعة فوائد قول دال في جدول ثلاثة وقف قال لي لا مش اقف هنقص من الكشف نون نون دي هي عدد دفعات اللي انت كشفت عندها بيقول لي دفعات عادية سنوية تدفع لدى احد البنوك بمعدل تسعة في المية سنوية بلغت مجموعة فوائدها في نهاية عشر سنين كاب قال لي بلغت مجموعة فوائدها في نهاية عشر سنين عشر تلاف تلتمية خمسة وتمين علامة ستة وتمين قال لي هكتب مجموعة الفوائد القانوني اللي انا بشتغل به جميل جدا بضرب دال في جيم زاوية نون ناقص نون هنا بالضبط مجموعة الفوائد عشر تلاف تلتمية خمسة وتمين علامة ستة وتمين الدفع انا مش عارفها جدول تلاتة عند المعدل تسعة في المية والمدة عشرة ناقص عشرة من الكشف كشفت عند عشرة ناقص عشرة من الكشف كشفت عند عشرين اناقص عشرين من الكشف خلي بالك تقدر تجيب لي الدال قلت له اقدر اجيب لك الدال هقسم عشر تلاف تلتمية خمسة وتمين علامة ستة وتمين على نتج الكشف ده كان 15 علامة 19 29 29 لما تناقص منه 10 يتبقى كامل 5 علامة 19 29 29 بالآلة الجميلة يطلع لك الدفعة معاك قد إيه 2000 جنيه يبقى أنا عملت إيه قلت مجموعة الفوائد بتسوي إيه قال لي مجموعة الفوائد بتسوي الدفعة في جدول 3 عين في المية نون ناقص نون خلي بالك لو أنت كشفت عند 10 هتطرح مين قال لي هطرح 10 من الكشف كشفت عند خمسة هتناقص خمسة برضو من الكشف وقلت كده مجموعة الفوائد النفس المثالي اللي فات بتسوي دال في جدول 3 عين في المية ونون ناقص إيه ناقص نون برفع عليك هنحط المجموعة الفوائد كانت كام 10 385 علامة 86 بتسوي بتسوي إيه قال لي بتسوي الدفعة اللي أنا مش عارفها جدول 3 عند المعدل كام في المية تسعة في المية والمدة عشرة اطرح من الكشف كام عشرة طلعت دال برة اقسم 10 385 علامة 86 على كام قال لي على خمسة علامة ليه خمسة؟ قال لي لأن دي كانت خمستاشر علامة شلت منهم عشرة يتبقى خمسة 19 29 29 تطلع لي بالظبط وبالتحديد 2000 جنيين يبقى كده جبت الفكرة التانية جبت الدفعة بمعلومية مجموع الفوائد لما جبت الدفعة بمجموع الفوائد بمعلومية مجموع الفوائد عملت إيه؟ قلت لي أن مجموع الفوائد دايماً بتسوي إيه؟ الدفعة بجدول 3 عنف المية نون برفع عليك ناقص نون ده الف جدول ثلاثة عنف المية نون ناقص ناقص نون وما تنساش ان انا بطرح الرقم اللي انا كشفته اصاده لو انت كشفته عند عشرة هتنقص من الكشف كام عشرة كشفته قدام عشرين هتنقص من الكشف عشرين بنطرح من الكشف عشرين طيب اسم محمد احنا اه برضو زي ما تعودنا من بداية الحلقة ان احنا بناخد اه مثال على الدفعة يعني ايجاد المبلغ بمعلومات جملة مرة دفعة سنوية ومرة دفعة فيه يبقى فيه مرات تعالية او ست سنوية ربع سنوية عايزين حضراتك برضو هناخد مثال على ايجاد المبلغ بمعلومات مجموعة الفويد نفس الفكرة اللي فاتت ولكن حضراتك هنخلي المحدل اه اه 3% مثلا عن كل ثلاث شهور يعني على سبيل المثال احنا مثال اللي فاتت كان الدفعة عادية سنوية المرات بيقول دفعة فورية ربع سنوية تدفع لدى احد البنوك بمعدل 3% عن كل ثلاث شهور بلغت مجموعة فويدها المركبة في نهاية خمس سنوات ستلاف مية واحدة وبين اتنين من احشر عايزين نحسي بالدفعة وبرضو كمراجع على ايجاد مجموعة مبلغ الدفعة بمعلومات مجموعة الفويد طيب احنا قلنا دلوقتي لما كون الجملة مدهلي في التمرين هطابق في جين بيتساوي ده في جدول ثلاثة واشتغل شغل الطبيعي بتاع اللي احنا هتعلمناه لكن الجديد اللي عندي لمدينة مجموعة الفويد دايما مجموعة الفويد بتقول ايه مجموعة الفويد بتساوي الدفعة في جدول ثلاثة عين في المية نون ناقص نون بمعنى ايه لو انت كشفت قدام عشرة تناقص من الكاشف كام عشرة طب لو فورية تعمل ايه برافو عليك لو المدة عندك عشرة والدفعة فورية بتكشف عندي كام بتبكشف عندي احداشر الرقم اللي انت كشفت عليه ده حداشر تناقصه من الكاشف طب لو المدة عشرين في الفورية بتكشف عند كام برافو عليك 21 21 ناقص من الكاش في كام 21 المثال اللي معايا قبل ما اقولي المثال بقولي ان مجموع الفوائد بتسوي ايه اصلا في الطبيعة بتاعتنا دال في جدول كام تلاتة عند المعدل عين في المية والمدة ايه نون ناقص من الكاش في ايه قال لي نون بس عشان فورية هتعمل ايه نون زائد كام ونقص من الكاش في نون زائد ديت لما يكون الدفع ايه قال لي الدفع دي تكون فورية المثال اللي معايا بيقول ايه قال لي بيقولي دفعات فورية ربع سنوية كلمة دفعة فورية ربع سنوية يعني ايه يعني مرضت عليها اربعة بمعنى ايه قال لي هنا ربع يبقى اربعة تبقى نون بتاعتك بتسوي كام قال لي اربع فترات في السنة في خمسة اربعة في خمسة بعشرين وحدة زمن ممكن اشتب الكلمة دي واكتب عليها دفعة تبقى برضو صح بعد كده بقول 6141 علامة 2 بتسوي الدفعة اللي انا مش عارفها جدول 3 هو نقص كام الرقم اللي انا هكشف اصاده المعدل بتاعنا 3.5% قال لي لا 3% كلام جميل انون هنا بكام قال لي بعشرين هنقص من الكاشف كام عشرين بس استناني شوية ده انت بتقول لي فورية قلت له لعشرين تبقى كام ونقص من الكاشف كام واحد وعشرين هقولها تاني يبقى 6141 بتسوي الدفعة فيه جدول 3 عند المدة كام واحد وعشرين ونقص من الكاشف كام واحد وعشرين معاي نفس النظام خلي خلي بالك مديك جملة فورية جملة فورية بنكشف عند الدفعة في جدول 3 عن في المية نون زاد واحد نقص واحد لكن انا مديك مجموع فوايد النون بعشرين يبقى لما تروح هتروح لجدول 3 عند كام عند 21 وتناقص من الكاشف كام برضو نفس الواحد وعشرين يبقى لو كشفت عن عند واحد وعشرين تطرح من الكاشف كام واحد وعشرين كان معايا 6141 علامة 2 بتسوي الدفع اللي أنا مش عارفها جدول 3 عند المعدل 3% والمدة 21 نقص من الكاشف 21 يسوي تحت يسوي ده الفي الكاشف ده طلع 29 علامة 28 علامة كام 6 7 6 4 8 5 تنقص من الكاشف 21 طير دي معادي تبقى الدفعة بتاعتك كام 6141 علامة 2 على ناتج الطرح ده 28 تنقص منهم 21 يبقى كام 7 علامة 6 7 6 4 8 5 أصبحت الدفعة كام 800 جنيه يبقى أنا جبت الدفعة دلوقتي إزاي جبت الدفعة يا إم حاجة من اثنين في التمرين جملة يا في التمرين مجموع فايت في التمرين جملة بتقول إيه دال في جدول 3 دال في جدول كام خلي بالك واتطلق الدفعة برة وتقسم الجملة على جدول 3 خلي بالك عاملي الجدول 3 هم حكتين معدل الاستثمار وعدد الدفعات خلي بالك وقولنا قبل كده إن زيادة المعدل وزيادة عدد الدفعات تؤدي إلى زيادة قيمة جملة الدفعات وبعد كده تطرقت لإيجاد الدفعة بمعلومية مجموع الفوائد وقلت الخانون واحد لمجموع الفوائد مجموع الفوائد بيساوي الدفعة في مين الدفعة بجدول 3 عنف المية نون زائد قال لي لأ ناقص نون كشفت عند عشرة أطرح من الكشف عشرة كشفت قدام خمسة أناقص من الكشف خمسة كشفت عند نون قال لي هطرح من الكشف نون كده يسو محمد احنا اتكلمنا في إيجاد العام الأول وهو إيجاد مبلغ الدفعة برضو عزينا الطلاب احنا عندنا فيه تمرين أو تمرين عشان وقت حالتنا يسو محمد يعني هنتكلم فيه إيجاد عدد الدفعات برضو المراضي هندي مبلغ الدفعة وهندي معدل الفايدة ومعها الجملة وهنطلب عدد الدفعات يعني على سبيل المثال يودع شخص 2000 جنيه آخر كل سنة أو عن كده دفعة عادية لدى أحد البنوك بمعدل فايدة 9% يبقى موجود في الجهد المباشرة إن شاء الله وبلغت جملة المركبة 30385.86 نحسب عدد الدفعات واللي مش متابع معنا نقول تاني يودع شخص 2000 جنيه آخر كل سنة لدى أحد البنوك بفايدة مركبة 9% سنويا مبلغ دفعة الجملة بتاعتها 30385.86 وعزي نحسب نون أو عدد دفعات يعني إحنا تنقلنا دلوقتي الفكرة تانية اسمع حساب عدد الدفعات هيقول لي إحسب مدة دفعات أو إحسب عدد الدفعات خلي بالك عدد دفعات اللي رمزها نون والنون موجودة بجدول 3 يبقى أنا هطلع جدول 3 بره لما طلع جدول 3 بره هقسم اللي فوق الجملة على جدول 3 على الدفعة الناتج اللي هيطلع لازم يكون رقم كبير خلي بالك يعني مش واحد وعلامة لا ممكن يبقى رقم أكبر من نون وعلامة طب ممكن يطلع صفر وعلامة وقلت له لا اللي بيطلع صفر وعلامة جدول 2 لأن القيمة الحالية للجنيه دائماً وأبداً أقل من الجنيه يبقى أنا أول خطوة هعملها هكتب جين بتساوي ده الف جدول 3 كلام جميل إن في المية ونون بعد كده هطلع الجدول ده بره لما طلع جدول 3 بره هعمل إيه قلت لي هقسم الجملة على مين على الدفعة لما تقسم لي الجملة على الدفعة يطلع لي كشف المثال اللي معايا بيقول لي يودع شخص ألفين جنيه آخر كل سنة كلام جميل لدى أحد البنوك بفائدة مركبة معدلها 9% سنوياً بلغت جملتها كام 30385 طب ما تحطي 30385 دول علامة 86 بتساوي الدفعة اللي انت مش عارفها في جدول 3 جدول 3 خصائصه إيه قال لي أنا ما عنديش النون وما اللي عندي المعدل كام في المية 9% لو حبيت أطلع جدول 3 بره ده عند المعدل 9% والمدة نون تقسم إيه على إيه هقسم 30 ألف 385 علامة 86 على ألفين تطلع بالزبط وبالتحديد 15 علامة 19 29 الرقم ده موجود في الجدول التالت كلام جميل هقول من الجدول التالت أمام اللي لأ تحت المعدل 9% هنلاقي نون بتساوي 10 واكتب 10 إيه 10 دفعات يبقى الفكرة الأولين إيه عشان أجيب النون عملتي إيه عشان أجيب النون بقول أكتب القانون بتاعي جين بتساوي الدفعة في جدول 3 عود تعويض مباشر طلع الجدول بره اقسم اللي بره على الجوه يطلع للقيمة المعدل بتاعي 9% أنزل تحت 9% المعدل 10% أنزل تحت المعدل 10% المثال اللي معايا كان بيقول إن الجملة بتساوي إيه قال الجملة بتساوي الدفعة في جدول 3 عند المعدل 20% والمدة نون قلت 30385 علامة 86 بتساوي الدفعة اللي أنا مش عارفها ألفين في جدول 3 عند المعدل 9% والمدة أنا مش عارفها أصلا أكتبها برمزها تبقى جدول 3 عند المدة اللي أنا مش عارفها نون والمعدل 9% طلع جدول 3 بره عند المدة نون 30385 علامة 86 على ألفين طلعت 15 علامة 19 29 ده يخليك تقول إيه قال لي هروح لجدول 3 نلاقي إنهم بتساوي 10 دفعات يبقى المدة 10 دفعات أو عدد الدفعات كام 10 دفعات يبقى أنا جبت إيه جبت الجملة بتساوي الدفعة في جدول 3 طلعت جدول 3 بره طلع لي مين قال لي طلع لي رمز هذا الرمز يسمى جدول 3 إيه أتفكر ده المعدل طلع 15 علامة 19 29 29 ده معناه إيه نزلت تحت المعدل 9% لقيت الرقم بص بالعرض بصت بالعرض لقيت ويقع قدام قدام عدد اللي هو عدد دفعات 10 برضو ما زلنا إيه أسو محمد في إيجاد عدد دفعات أو إيجاد العامل الثاني وهو المدة أو قنون طب حضرتك دلوقتي إحنا قلنا المرة اللي فاتت معنا معدل وجملة ومبلغ طب حضرتك لو برضو هندي جملة وفي مجموعة فوائد ومعنا الدفعة يعني زي أركاب جهازة للطالب لو قلنا مثلا احسب عدد دفعات السنة وطبعا لو الجملة 30385 858 ومجموعة الفوائد 10,385 علامة 858 ومعنا الدفعة 2000 عايزين نحسب نون إيبه إحنا معنا الجملة معنا مجموعة الفوائد ومعنا الدفعة وعايزين حضرتك نحسب نون أنا مديك دلوقتي لازم تعرف الحاجة اللي هقول هالك دي بصراحة لما تلاقي أرقام متشابهة يعني 30385 وفي رقم 10385 يبقى في علاقة بين الرقمين دول تاني أنا مديك 30385 دول الجملة ومديك فايدة 10385 يعني يبقى أنت حطيت قد إيه يبقى أنا حطيت 20 ألف جنيه الجملة معايا كانت 30 ألف 385 علامة 86 مجموعة الفوائد كانت كام 10385 علامة 86 عايز منك تجيب لي نون بس مؤقتا عشان هدخل مسألة دي في مسألة تانية إيه رأيك ده لو جبت كده مجموعة دفعات تقولي كام مجموعة مبالغ الدفعات هطرح 30385 علامة 86 مطروح منها 10385 علامة 86 نطرح دول من بعض يطلع كام ألف 20 ألف عايز أجيب النون خلي بالك أنا كنت النون بقول إيه مجموعة دفعات دي بتساوي الدال في النون كلام جميل عايز أجيب النون تقسم إيه على إيه قال لي هقسم مجموعةهم 2000 20 ألف على 2000 على الدفعة نفسيها يطلع بتساوي كام دفعة 10 إيه ممكن أجيبها خط واحدة قلت له لأ مش عايزك تجيبها خط واحدة لكن أنا مديك مثال تاني عشان أجيبه إيه طالب مديك الجملة واحد تاني مديك مجموعة الفوائد تعمل إيه نقص الجملة نقص مجموعة الفوائد يطلع لك مجموعة دفعات خد مجموعة دفعات ده اقسمه على مين اقسمه على الدفعة يطلع لك نون جيب لك مثال جميل بصراحة مديك الجملة ومديك مجموعة الفوائد ومديك الدفعة وعايز منك حكتين المعدل والمدة هتعمل إيه قلت له مديني جملة ومديني فايدة اطرح لتنين ما بعض يبقى ده اسمه مجموعة دفعات اقسم مجموعة دفعات عالدفعة جبت النون عشان اجيب المعدة لا اعمل اللي اجيبها اعمل ايه قال لي هكتب جين بتساوي ده الف جدول 3 عين في المية نون المثال اللي معايا بيقول لي ان الجملة بتاعتي نفس المثال اللي احنا كنا شغالينه قبل كتب الجملة 3038586 ومديني مجموعة الفوائد 10385 والدفع 2000 عايز النون وعايز العين سامعك وانت بتقول لي النون مشكلتها سهلة قلت له كلام جميل ابدأ اجيب مجموعة دفعات مجموعة دفعات اطرح ايه من ايه الجملة 30385 علامة 86 نقص 10385 علامة 86 طلعت 20 الف جنيه تبدأ تجيب لي نون قلت له لا اقدر اجيب لك نون نون هقسم ايه على ايه قلت لك هقسم مجموعة دفعات اللي هم الكام الى 20 الف على الدفعة 2000 تطلع بنون بتاعتنا بكام بعشر دفعات كده الشغل القديم بتاع المسال لكن عايزين نجيب المعدل هعمل ايه وقلت له عشان يجيب المعدل لازم اعمل القاتل هقول جين بتساوي الدفعة في جدول 3 لما اقول الجين بتساوي دفعة في جدول 3 عايز المعدل هطلع الجدول برا ولما طلع المعدل برا هقسم ايه على ايه هقسم الجملة على الدفعة هقول جيم بتساوي بتساوي ايه؟ بتساوي الدفعة في جدوى الكام تلاتة عند المعدل عين في المية والمدة نوع الجملة بتاعتي كانت تلاتين ألف تلتمية خمسة وتمانين علامة ستة وتمانين بتساوي الدفعة بتاعتي كانت ألفين في جدوى التلاتة عند المعدل اللي أنا مش عارفه لكن نون كانت بكام؟ نون كانت بعشرة جدوى التلاتة هتطلعه برة عند المعدل عين في المية والمدة عشرة نقول تلاتين ألف تلتمية خمسة وتمانين علامة 86 على 2000 طلعت بالضبط وبالتحديد 15 علامة 19-29 أصبح المعدل معنا كام؟ قال لي أصبح المعدل معنا 9% سنوياً هقول دي تاني عشان أجيب النون هعمل إيه؟ قلت له بطلع إيجاد والبرة الطريقة هي الطريقة إيجاد المعدل نفس إيجاد المدة بس طريقة الكشف اللي بتختلف أما يكون عايز منك المعدل أمشي قدام كل المدد طب لما يطلب منك المدة اللي بأنزل تحت المعدل تاني هقول لما يطلب منك المعدل تعمل إيه؟ لما يطلب مني المعدل بمشي قدام المدة ألاقي المعدل طب لما يطلب مني المدة بأنزل تحت المعدل ألاقي قدام كل المدد أدور ألاقي المعدل مثالي كان فيه إيه؟ التمرين اللي معاي عايز أجيب المعدل بأعمل إيه؟ بكتب قانون الجملة بتساوي الدفعة بجدول كام؟ تلاتة طلع جدول تلاتة برة إقسم الجملة على الدفعة كم معاي 30 ألف 385 علامة 86 بتسوي ألفين جنيه في جدول تلاتة عند النون بعشرة والمعدل مش عارف بكام طلعت جدول تلاتة برة عند المعدل معرفوش والمدة كانت عشرة قلت 30385 علامة 86 على كام يا سيدي على ألفين طلعت 15 علامة 19 29 السؤال اللي جاي هقولي النون هنلاقيها بكام قال لي عند المعدل أمام نون بتسوي عشرة نجد أن المعدل بتاعنا طلع كام في المية 9% سنويا كده أنا جبت العامل التاني كده جبت العامل التاني اللي اسمه إيجاد مين إيجاد المعدل يعني عوامل الدفعات تلات عوامل خلي بالك العوامل الدفعات الدفع كام معدل كام مدة كام كل عامل من دول بيأثر بالزيادة تزيد الجملة إذا انخفض أو قال لهذا العامل انخفضت أو قلت قيمة الجملة هل في علاقة بين الجملة الفورية والجملة العادية قلت له في علاقة جميلة جدا العلاقة دي بتمكنني ان احسب مين اللي بتخليني يقدر احسب الجملة الفورية والجملة العادية في علاقة بينهم علاقة دي مهمة جدا 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 خلي بالك لما تقسم الجملة الفورية على الجملة العادية يطلع لك 1 وعين من 100 بمعنى إيه؟ أن أنا عندي واحد وعين من مية دي بتسوي إيه؟ الجملة الفورية على الجملة الهين العادية لما أسم الجملة الفورية على الجملة العادية بيطلع إيه؟ اللي بيطلع لي واحد وعين من مية ممكن يجيلي إيه؟ من دول أبدأ أجيب الجملة الفورية وممكن أجيب الجملة العادية الجملة الفورية بتسوي الجملة العادية في واحد وعين من مية وما اللي الجملة العادية بتسوي إيه؟ اللي بتسوي الجملة الفورية على واحد وعين من مية خلي بالك من الكلام ده القعدة هي دي هنقول هلك المرة الجاية بس خلي بالك أنا عندي عوامل تسمى عوامل الدفعات خدت جين بتساوي الدفعة في جدوى الكام تلاتة طيب وبعد كده خدت مجموع الدفعات بتساوي إيه قال لي بنضرب الدفعة في عددها خدت مجموع الفوايد في أول المحاضرة قلت بتساوي الجملة ناقص مجموع الدفعات وبعد كده عملت الآتي عشان أجيب جدوى الثلاثة هعمل إيه بجدوى الثلاثة له رمز رياضي اسم واحد وعين من مية والسنون يبقى الجملة المركبة للدفعات الدفعة في جدوى الثلاثة الدفعة في جدوى الثلاثة السيد محمد يعني برضو يعني عشان طبعا وقت حالاتنا حضرتك احنا هنرجع طبعا موضوع العلاقة بين الجملة العادية والجملة الفورية او أن نقدر نحل علاقة عملية إن شاء الله في الحالات اللي جاية ولكن عايز حضرتك فيه وجلة سريعة كده عشان طبعا وقت حالاتنا انتهى احنا النهاردة خدنا الجملة الدفعات العادية والفورية والأسف طبعا وقت حالاتنا انتهى فعايزين يعني طبعا نشكر حضرتك وفيه وجلة سريعة كده احنا خدنا النهاردة قلنا جملة العادية بتساوي الدفعة في جدوى الثلاثة جيم بتساوي الدفعة في جدوى الثلاثة ودي بيجيب جملة دفعات ده كان آخر كلام معايا والكلمة لحضرتك وبشكر حضرتك وبشكر القائمين على القناة ودائما يا رب مصر للأمام دائما ان شاء الله أستاذ محمد الدولار موجر رادة من الاحصال وزارة تربية التعليم بشكر حضرتك كده عزينا الطلاب بيت انتهى حالاتنا النهاردة من برنامجنا المدرسة على وق دمتم في رعاية الله وامنة ألقاكم دائما على خير في حلقات القادمة كان معكم أمد صدقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته